اهلا وسهلا بحضراتكم نازال طلاب النجاحين في الدور الثاني للسنوية العامة بيسجلوا رغباتهم على موقع التنصيق الالكتروني وبنذكر ابناء الطلاب ان باب التسجيل سيظل مفتوح للسقبال للرغبات وطلاب للانتحاق بالقليات الجامعية وكمان المعاهد لحد يوم 11 ستمبر يعني بكرة هيقلق باب تسجيل الرغبات بشكل رسمي وده معناه ايضا ان طلاب الدور الثاني للسنوية العامة واللي بيبلغ عددهم 16 الف طالب وطالبة قدامهم النهاردة وبكرة فقط علشان يقدروا يسجلوا رغباتهم على موقع التنصيق وبنأكد كمان من هنا ان الطلاب لهم يتقف التعديل على الرغبات طوال فترة فتح باب التسجيل يعني حتى اللي سجلوا حابب ان هو يعدل رغباته يقدر يدخل برقم جلوسه ويعدل رغباته ويحتفظ الموقع باخر التعديل تم على الرغبات برضو علشان يكونوا الطلاب عاملهم علم يكونوا فاهمين قالية عمل الموقع هو الموقع بيحتفظ باخر التعديل انت قمت باجراءه على رغباتك في موقع التنصيق الطلاب يقدروا زي ما قلت حضراتكم يسجدوا رغباتهم بعد طرق من بينها الجهاز الحاسب الآلي الخاص بالطالب وطبعا لازم يكون متصل بالانترنت وده على مدار الـ 24 ساعة او من خلال معامل التنصيق الموجودة بالجامعات الحكومية وده هيكون في موعيد العمل الرسمية مكتب التنصيق اوضح انه هيتم اعلان نتيجة المرحلة التالتة كاملة بعد اغلاق موقع التنصيق الالتروني والانتهاء من عمليات المراجعة بشكل كامل بعدها هيتم فتح موقع التنصيق الالتروني قدام الطلاب علشان يتلقى رغباتهم في ملحر التقليل الاضطراب وفقا للشروط والقواعد والنسبة المقررة اللي اقرها المجلس الاعلى للجامعات خليني كمان اقول لحضراتكم ان الخريطة الزمنية الخاصة بالعام الدراسي الجديد واللي تم اعلانها من قبل الوزارة وطبعا اللي هي مقتصة بعام 2023-2024 هتبدأ يوم 30 سبتمبر العام الجاري وهتستمر الدراسة بالفصل الدراسي الاول لمدة 14 اسبوع وهتنتهي تحديدا يوم الخميس 4 يناير لعام 2024 علشان تبدأ امتحانات نهاية الفصل الدراسي الاول يوم 3-9 يناير 2024 وتنتهي يوم الخميس 25 يناير من نفس العام بعد كده هتبدأ اجازة منتصف العام يوم 27 يناير 2024 وهتنتهي يوم الخميس 8 فبراير 2024 ويبدأ الفصل الدراسي الثاني اعتبارا من يوم السبت اللي هتكون موافق 10 فبراير لعام 2024 وهتستمر الدراسة فيه لمدة 16 اسبوع وهتنتهي تحديدا يوم الخميس 30 مايو من نفس العام خلينا اقول لحضراتكم انه اخيرا هتجرى امتحانات الفصل الدراسي الثاني خلال شهر يونيو لعام 2024 وفقا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية وطبعا في النهاية بنتمنى كل التوفيق لطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة في المرحلة الدراسية الجديدة من حياتهم بشكر حضراتكم على حسن المتابعة والى اللقاء موسيقى موسيقى